سؤال رقم 14 طلب منك هذا السؤال معرفة نوع الإقران المناسب لهذا المحرك هل هو إقران نجبي أم إقران مثلثي أول شي نبدأ في جهد الشبكة نركز على الجهد المركب في هذه الحالة جهد 220V هو جهد البسيط والـ 81 جهد المركب نركز على الـ 81V ونذهب إلى لوحة مواصفات محرك M2 نلاحظ أن الجهد الصغير هو جهد في حالة إقران مثلثي أما الجهد الكبير في حالة إقران نجبي كما تلاحظون جهد المركب الشبكة يوافقه الجهد الأكبر في لوحة المواصفات إذن الإقران المناسب في هذه الحالة هو إقران نجبي التعليل لأن كل ملف من ملفات الساكن يتغذى بجهد بسيط 220V أو تعليل الثاني لأن الجهد المركب للشبكة يساوي جهد الأكبر في لوحة المواصفات المحرك إذن نوع الإقران هو إقران نجبي اشتركوا في القناة